تم تدمير معسكرات النوم لدينا ساعدونا العاصفة دمرت مخيماتنا كما دخلت الفيضانات إلى ملجأنا الآن ليس لدينا شيء متبقي وليس لدينا حتى مكان لننام عليه هؤلاء الأطفال هم أطفال نزحوا قبل ثلاث سنوات تاركين منازلهم الدافئة وراءهم ووصلوا إلينا لإسماعنا عن معاناتهم بسبب الفيضانات المفاجئة التي حدثت في مدينة شرينداس اللاسي ومحيطها في السادسة من يونيو وبالتالي غمرت مخيمات النازحين الذين يتواجدون في تلك الأنحاء بالمياه ودمرت الخيام بالكامل أيضا لقد تحدثنا إلى النازحين عبر الهاتف ويقولون أن بعد الهروب من الموت والجوع الشديد الألاف من النازحين الذين يقيمون في هذه المخيمات منذ ثلاث سنوات يعانون من البرد والمجاع وإضافة إلى ذلك فإن الفيضان الذي حدث جعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم واجهنا أزمة بالإضافة إلى الأزمة التي لدينا بالفعل علاوة على الجوع فإن الفيضانات تجعل الوضع أسوأ بسبب الأمطار الغزيرة واجه النازحون في مدينة شيري مشاكل كبيرة حيث تم تدمير عديد من الملاجئ ويعبرون النازحون أنه بالرغم من طلب المساعدة من وكالات الإغاثة الإنسانية العالمية التي تتواجد في المدينة إلا أنهم لم يلقوا أي رد منهم بعد لم نتلقى أي نوعا من المساعدات حتى الآن ذهبنا إلى العديد من المنظمات غير الحكومية التي تهتم بهذه القضايا وعلى الرغم من أن نافع عنا ذلك لم نتلقى أي رد بعد وبسبب تدمير الخيم التي يلجأون النازحون فيها فأنهم يواجهون مشاكل كبيرة بما في ذلك الأطفال والأمهات وكبار السن نحن غارقون في المشاكل الجميع بما في ذلك المكفوفين وكبار السن الذين بالكاد يستطيعون المشي كيف يمكنهم البقاء دون تناول أي طعام نواجه أزمة صعبة للغاية ويقولون هؤلاء النازحون داخليا الذين أكدوا على رغبتهم في العودة إلى منازلهم أن الحل الوحيد لهذه العقبات التي يواجهونها هي أن يعودوا إلى أوطانهم الحل الذي أخترحه هو العودة إلى أوطاننا فقط يجب أن نعود إلى حيث ننتمي هذا هو الحل الوحيد إذا كان ممكنا كل ما نريده هو أن نعود إلى موطننا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة